مجلس النواب مجلس النواب بالنهج الملكي السامي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ودعمه متابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين والمبادرة العربية والقرارات الدولية مؤكدا معالي موقف مملكة البحرين التاريخي الثابت الذي لا حياد عنه في دعم القضية الفلسطينية والذي يأتي انطلاقا من الثوابت الوطنية تجاه القضية الكبرى مشيدا بالتوجيهات الملكية السامية بتقديم مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين مجددا معالي دعوة مملكة البحرين المطالبة بتحرك المجتمع الدولي وبشكل عاجل لوقف الحرب والتصعيد وضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات إلى قطاع الغزة وحماية كافة المدنيين والالتزام بالقانون الدولي الإنساني كما وأعرب معالي عن تقدير مجلس النواب لجهود سعادة وزير الخارجية وكافة العاملين بالوزارة في تنفيذ السياسة الدبلوماسية الحكيمة لمملكة البحرين من جانبه أشهد سعادة الدكتور عبداللطيف الزياني وزير الخارجية بتشكيل هذه اللجنة البرلمانية لمناسرة الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة لافتا إلى أن هذا الجهد الوطني القومي للسلطة التشريعية ينساجم مع التوجيهات السامية لجلالة الملك المعظم وهو مكمل لتوجهات الحكومة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتحدث وزير الخارجية عن الجهود المخلصة والحثيثة التي قامت بها مملكة البحرين لافتا إلى دور المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لدعم الجهود الرمية إلى وقف الحرب في غزة وتأكيد وقوف مملكة البحرين مع حق الشعب الفلسطيني وقال إن مملكة البحرين تنطلق في نشاطها وحراكها السياسي والدبلوماسي تجاه الكارثة الإنسانية في غزة من مواقف وطنية وقومية ثابتة مشيدا بنتائج القمة المشتركة العربية الإسلامية الاستثنائية التي عقدت في المملكة العربية السعودية والتي جاءت استجابة للوضع المأساوي الذي يمر به الشعب الفلسطيني مؤكدا أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم سوف تواصل مساعيها الخيرة لنصرة شعب غزة وتأييد حقه في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ترجمة نانسي قنقر